أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تقفز كل يوم منذ تسجيل أول إصابة في ليبيا يوم الخامس والعشرين من مارس فلم يمضي ثلاثة أشهر حتى وصل إجمالي الإصابات إلى 484 حتى اليوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في بيانه رقم 102 تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 1038 عينة استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع أمس الإصابات تمثلت في أربع إحالات جديدة وأحدى عشر لمخالطين وحالة قادمة من الجنوب وأخرى عائدة من السفر موزعة على حالتين من طرابلس وأحدى عشر حالة من سبهة وأربع إحالات توزعت على مدن بنغازي والبيضة وقصر بنغشير وتند ميرا أيضا هناك ست حالة أعلن عن شفائها ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 76 والمتوفين إلى 10 المركز الوطني لمكافحة الأمراض يجدد في كل بيان يصدر عنه أهمية اتباع الإرشادات البقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتي تشمل حظر تجول ومنع تجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي كما يطالب المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها السريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة له من تتبع وحصر المخالطين إلى حين استقرار الوضع الوبائي ترجمة نانسي قنقر